لكن عندي سؤال وهأعرض جدول دلوقتي السؤال هو ايه اللي بتؤمن بي الجماعات الجاهدية مختلف عن اللي بيؤمن بي المسلمين العاديين خلونا نحط جدول على الشاشة خلونا نعمل مقارنة بين الاتنين دلوقتي اخواتنا مسلمين والازهر وقنوات الاعلامية الاسلامية اول ما يحصل حدث يطلعوا لا هؤلاء لا يمثلوا الاسلام بقى التعبير مشهور ودارج طيب قلت بيمثلوا مين ادونا الجواب وهل دول مسلمين المسلمين المشكلة فين هل فقط في ابن تيمية في ابن حنبل في ابن عبدالوهاب في الاخوان سيد قد في اي فكر جهادي ولا المشكلة فين لكن خلونا نعمل مقارنة لو امكن نعرض الجدول ده على الشاشة نشوف مقارنة ما بين الايمان الخاص بالمسلمين عمتا والايمان الخاص بالجماعات الجاهدية ونشوف هل في فرق هل الناس دي فعلا مغيبة هل في حاجة بتميز الناس دي او بتجعل الناس دي يعني شقوا الصف وخرجوا عن الصف المقلوب لو امكن الجدول ده يبقى معروض على الشاشة انا عندي صف اسمه المسلمين وعندي صف اسمه الجماعات الجاهدية طبعا داعش ده مجرد نموذج من ضمن مئات النماذج للجماعات الجاهدية رقم واحد المسلمين في العالم كله بيؤمنوا بالتوحيد ان الله واحد داعش بتؤمن بنفس الامر تقول لك نحن مسلمين وانا الاسلام دين البشرية من اول ادم الى محمد اتم رسالة الاسلام ابراهيم كان مسلم ادم كان مسلم موسى كان مسلم المسيح كان مسلم محمد مسلم فنحن مسلمون موحدون يعني نفس الامر فيش اختلاف رقم اثنين المسلمين بينطقوا الشهادة داعش بتنطق الشهادة رقم ثلاثة المسلمين يقرؤون القرآن ويقدسون نصوصه داعش بتقرأ نفس القرآن وتقدس نصوصه رقم اربعة المسلمين بيقيموا الصلاة بنفس الفرائد وبنفس المرات اللي احنا بنشوفها خمس مرات بنفس الطريقة داعش والجماعات الجاهدية نفس الامر بيقيموا نفس الصلاة بيصلوا بنفس الطريقة بنفس أركان الصلاة رقم خمسة المسلمين بيصالوا ناحية مكة داعش أيضا والجماعات الجاهدية بتصلي ناحية مكة رقم ستة المسلمين بيصوموا رمضان بناء على ظهور الهلال إلى ظهور هلال شهر الشوال نفس الأم داعش والجماعات الجاهدية الإسلامية نفس الأم نفس الأم بيصوموا رمضان بناء على ظهور الهلال إلى ظهور هلال شهر الشوال رقم سبعة المسلمين بيحقون إلى مكة ويمارسون كافة شعارة الحج داعش والجماعات الإسلامية كتفا بجانب كتف يحجون إلى مكة يمارسون كافة الشعار الحج كتفا بجانب كتف نفس اللي بيعملوه رمي الجمرات الطواف تقبيل الحجر الأسوأ كل شيء بيفعله هؤلاء يفعلوه الجماعات الجهادية رقم 8 المسلمين بيؤمنوا كل المسلمين بيؤمنوا بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وده شرع الله وتكون الحكمية لله ويكون الأمر كله لله داعش بتحاول تعمل ده بتحاول تطبق اللي المسلمين الآخرين نفسهم يعملوه تسأل أي مسلم في الشارع نفسك فيه الشريعة الإسلامية تطبق تب داعش بتحاول تعمل كده يعني نفس الأمر المسلمون يشتقون إلى عودة الخلافة ما عرفش في أي زمن بس هي كلمة كده واسعة اسمها عودة الخلافة داعش بتحاول تفرض ده وتحاول تعمل ده عودة الخلافة الإسلامية رقم 10 المسلمين يؤمنون بالجهاد وأنه فريدة أساسية داعش يؤمنون أيضاً بالجهاد سواء الجهاد بالأموال أو الجهاد بالنفس أو الجهاد بالطلب أو الجهاد بالدفع طبعاً نحن فيه أنواع كتيرة من الجهاد هنبقى نتكلم عليها في حلقة يعني فيما بعد داعش أيضاً بتؤمن بالجهاد وأنه فريدة أساسية بل بالعكس بتزيد عن المسلمين العاديين أن داعش بتعيش حالة الجهاد سواء الجهاد الدفع أو جهاد الطلب جاد الدفع يعني أنا بدفع الأذى عن أمتي جاد الطلب أن أنا بسعى إلى الآخر محاولة فرض عليه أحد سلاس خصال إما الإسلام إما الجزية أما القتل رقم 11 المسلمين يؤمنون بالحدود اللي موجودة في صور قرآنية مختلفة سواء سورة المائدة 32 سواء المائدة 38 سواء سورة النور 4 أو النور 2 نفس الأمر داعش والجماعات الإسلامية يؤمنون بنفس الحدود لا يستطيع أي مسلم أن ينكر الحدود اللي موجودة في القرآن ولا يستطيع أي داعش أو أحد أفراد الجماعة الجاهدية بل بالعكس هو حريص على تطبيق الحدود اللي موجودة في القرآن رقم 12 المسلمين يؤمنون كافة المسلمين يؤمنون أن الدين عند الله الإسلام وأن غير المسلم هو مشرك كافر طبعا مصيره معروف هو النار نفس الأمر عند داعش والجماعات الجاهدية التكفيرية أن الدين عند الله الإسلام من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخسرين وغير المسلم هو في نظره مشرك الاختلاف يا جماعة الاختلاف بين إيمان المسلم العادي وإيمان المسلم العضو في الجماعات الجاهدية أنا الحد رقم 12 مش شايف أي اختلاف رقم 13 المسلمين والأظهر وجميع الفقاء المسلمين ويجماع من أئمة المذاهب الأربعة وأئمة علماء المسلمين مداية على رأسهم محمد يؤمنون بأقامة حق الحد على المرتد من بدل دينه فاقتلوه ده حديث من بدل دينه فاقتلوه وأن الحد يقام على ثلاث أحدهم المفارك للجماعة المفارك لدينه أيضا داعش بتطبق ده يعني المسلم العادي مجرد أنه يؤمن يؤمن يا رأيات القرآن بس مش عايز تطبق إما خايف من قوانين العالمية أو إما خايف أنه يتوصف أنه إرهابي بس هو مصدقه وعارف أنه دي آيات قرآنية وعارف أنه دي أحاديث صحيحة اللي بيزيد على داعش أنه هو بيطبق ده أنه هو بينقل النص إلى حقيقة أنه هو بيعيش النص بيعيش الحديث فأي مسلم يقر بصحة حديث من بدل دينه فاقتلوه لكن ما بتطبقوش ليه يقول لك أسل ده لازم الخلافة الإسلامية ولازم يبقى فيه نصح هو عايز تطبق ده اللي بتعمله داعش أنها بتطبق ده المسلم العادي نفسه أنه يفرد الجزية بناء على التوبة تسعة وعشرين الجهادي أو المسلم الجهادي هو بيفرضها بالفعل ده الفرق يا جماعة أنه واحد بيقرأ النص شايف أنه يجب أن تتهيئ الظروف عشان يتطبق النص واحد شايف أنه النص مش مرتبط بالظروف لازم يتطبق هو ده ده الاختلاف يا جماعة بس النص هو هو القرآن هو هو المادة هي هي الحديث هو هو وصلنا رقم 14 المسلمين في كل دول العالم على اختلاف مذاهبهم بيؤمنوا بكتب المفسرين الأوائل للقرآن على مثال أول مفسر أو شيخ المفسرين الأوائل للقرآن الطبري بن كسير القرطبي الجللي تسأل الجهادي بيؤمن بيهم وبيقراهم وبيقرأ اللي جواهم وبيطبق اللي جواهم المسلم العادي مجرد أنه بيقرأ بس لكن المسلم الجهادي يزيد عن أنه بيقرأ وبيعيش فهل أنت بتلوم واحد بيعيش اللي بيقرأه ولا الملوم اللي بيقرأ وما بيعيش يعني لما نحب نلوم نلوم مين نلوم اللي بيقرأ وما بيعيش ولا اللي بيقرأ وبيعيش يعني مثلا احنا عندنا في الإيمان المسيحي لما واحد يرى الإنجيل أقول له وزي ما أنت بترى الإنجيل عيش الإنجيل خلي الإنجيل حياة طبعا أنت كمسلم تقول للمسلم إيه الجادي عيش القرآن خلي القرآن نهج وحياة طب ما هو الراجل ده بيخلي القرآن نهج وحياة ولأن القرآن بالنسبة ليه نهج وحياة هو أصبح قم بلا موقوتة هو أصبح بنفس التكوين ده هو أصبح بنفس الطريقة دي رقم 15 المسلمين العاديين يقدسون البخاري ومسلم وكافة قتب الصحيحية قتب الأحاديث يقول لك البخاري ومسلم أصدق القتب وأصح القتب ولا توجد فيه أي شبها بعد القرآن نفس داعش ونفس الجماعات الإسلامية ونفس الجماعات الجهادية بيؤمنوا بالبخاري ومسلم أنه أصح القتب بعد القرآن وأنه أصدق القتب بعد القرآن الفرق إيه أنه بينقل فقه الجهاد باب الجهاد اللي موجود في البخاري ومسلم وبيعيشوا ده الفر لكن المسلم العادي يا إما ما يعرفش يا إما أنه بيقرأ على سبيل الإراية بس هي نفس الحديث هو نفس الكتاب ما عندوشه بخاري زيادة يعني ما فيش بخاري مزور وبخاري محرف هو كتاب البخاري واحد هو كتاب مسلم واحد هو كتاب النساء واحد هو كتاب الترمذي واحد هو واحد بس ده اللي الفرق عندو أنه بيعيش بيطبق ده ورقم 16 المسلمين بيؤمنوا أن الدين عند الله الإسلام بقية الأديان أصابها التحريف والكفر داعش بتقول كتب الجماعات الإسلامية شيخ الأظهر بيؤمن وقال في أكثر من المناسبة أنه النصارى حرفوا دينهم أنا الكتاب المقدس كتاب محرف سمى الأزهاري قال كده خالد الجندي قال كده أحمد هتقولي أي شيخ شعراء هتقولي هتقولي أي شخص غير كده ويزاد على هذا أن رئيس لجنة الفتوى في جامعة الأظهر يقول لداعش إذا زبحتم فاحسنوا الزبح إذن بعض 16 نقطة أنا عملتون في مقارنة ما بين ما يؤمن به المسلمين على مستوى العالم وما يؤمن به الجماعات الإسلامية 16 نقطة الاتنين متفقين تماما والأغرب الاختلاف الوحيد الاختلاف الوحيد أن الجماعات الجهدية نقلت النص إلى حياة والاختلاف الوحيد أن باقي المسلمين يبقون النص على ما هو ده الاختلاف الوحيد فهل أنا لوم واحد عاشوا القرآن صدقوا وأراه وعاشوا ولا لوم واحد مجرد أنه يردد آيات القرآن لمجرد الترديد وأرجع للسؤال اللي ترحته في أول الحلقة ونفسي أن أنا أجد جواب نفسي أن أنا أجد جواب إيه هو هل آيات القرآن الخاصة بملكات اليمين بآيات القتل بآيات السهب بآيات الغنائم هل هذه الآيات عطلت أصبحت معطلة موقوفة العمل بها بمعنى صح يفهموا المسلمين منسوخة ولا إلى حين يعني هذه الآيات مركونة على الرف إلى حين إلى لما الدولة الإسلامية تقوم يبقى نطبقها لكن دلوقتي لأننا نستضعفين ما عندناش القوة محكومين بمجلس الأمن محكومين بقوة عالمية فنحن لا نستطيع أن نطبق هذه الآيات فنرجع نستخدم التقية أننا نقدم للعالم قرآن مكة أن لا إكرهها في الدين لكم دينكم وليا دين أنت تكره الناس أن يكون يعني كل هذه شغل بس واحد مسلم عادي تلاقيه يفتح لك التسجيل يردد هذه الآيات دا قرآن مكة طب ما تكلمني بعدما محمد راح المدينة عمل إيه أنا عملته مقارنة مبين اللي بيؤمن به المسلمين وبيؤمن به الجماعات الجاهدية قلت الفرق الوحيد أن الجماعات الجاهدية نقلت النص إلى حقيق شكرا